العالمين ومهرجان العالمين في نسخته التانية واللي مقام في مدينة العالمين حتى 30 أغسطس والعديد من الفعاليات المختلفة سواء رياضية ثقافية طرفيهية الدولة نفسها اللي اتحركت بوزراءها وفعاليات للشباب كانت على أرض العالمين وتكريم أبطالنا في الأولمبياد أحداث كثيرة جدا بتحصل كل يوم في العالمين هنروح لها دلوقتي مع كريم بيبرز مرسلنا من هناك يا كريم بنصبح عليك تحياتي لك يا شازلي تحياتي لك يا هبة وتحياتي لجميع مشاهدي صباح الخير يا مصر يعني احنا بنتكلم الحقيقة بين العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية تكلم على فعاليات كتيرة جدا مختلفة ومتنوعة لكن خليني ابتدي معاكم الحقيقة من أكتر حاجة مميزة حصلت في المهرجان على الأيام اللي فاتت وكان ده مبارح الحقيقة لما وزير الشباب والرياضة والشركة المتحدة لخدمات الإعلامية استضافت أبطال مصر الأولمبيين اللي حصلوا على المديليات اللي كانت موجودة في باريس 2024 الحقيقة إنه مبارح كان في احتفالية خاصة بأبطال مصر في أولمبيات 2024 في باريس والحقيقة إنه كانت الرسالة مهمة جدا جدا أثناء الاحتفال بالأبطال لأنه اللي كان موجود ما كانوش بس الأبطال اللي حصلوا على المديليات يعني إحنا بنتكلم على المديلية الدهبية بنتكلم على الفضية بنتكلم على البرونزية بنتكلم على أحمد الجندي صار سمير محمد السيد لكن الحقيقة كمان إنه كان في احتفال بالأبطال اللي كانوا على وشك إنهم ياخدوا مديليات اللي كانوا مؤهلين إنهم ياخدوا مديليات لأنه حسب كلام الأبطال دول اللي اتكلمنا معهم مبارح وحسب كمان كلام وزير الشباب والرياضة أنه الحقيقة وصولك للأولمبياد في حد ذاته بطولة أنت بتعدي ببطولات كتيرة جدا يعني أحمد الجندي كان بتكلم مبارح الحصل على المدالية طبعا الدهبية فيه يعني الخماسي الحديث كان بتكلم على أنه مرة تقريبا بخمستاشر بطولة على مدار السنين اللي فاتت عشان يتأهل بس للأولمبياد فده مجهود كبير جدا 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 فكل من داخل الأولمبياد هو بطل في حد ذاته فمبارح كان فيه احتفال خاص بيهم حيث كان فيه جولة في المنطقة الترفيهية وكان فيه مؤتمر صحفي موسع مع الأبطال دي الحقيقة وكمان بالإضافة لده كان فيه احتفال خاص بيهم في المسرح الروماني هذه هي كلمكم أنه الاحتفال بالرياضيين عمتا والاحتفاء بيهم ما كانش مقتصر بس على مبارح بأبطال مصر في الأولمبياد 2024 في باريس لكن كمان الحقيقة على مدار الفترة اللي فاتت الفعاليات الشاطئية الفعاليات الرياضية على الشاطئ عمتا كبت الصديف يعني الحقيقة أساطير كرة القدم أساطير كرة السلة أساطير كرة الكرة الطائرة وكمان الحقيقة الأبطال البراليمبيين اللي كانوا الحقيقة بلعابوا دايما كرة السلة في ملاعب مغلقة كان عندهم فرصة مهمة جدا هم يلعابوا والحقيقة كرة السلة على الشط هنا في العالمين الجديدة فالاهتمام بشكل عام بالرياضيين ده جزء من توجه الدولة الفترة اللي فاتت وكمان تحديدا الحقيقة مهرجان العالمين الجديدة مسلط الضوء على ده كويس جدا جدا بالإضافة لده الحقيقة الفعاليات الخاصة بقى بالسبقات يعني فعاليات الموتورويك لسه مستمرة نتكلم على يعني سبق للسيارات نتكلم على دريفتنج سبق سيارات شديدة السرعة نتكلم على الحقيقة الدراجات النيرية والبخرية والموتسيكلات كل دي فعاليات خاصة بالموتورويك لسه مستمرة بالإضافة لمعارض خاصة كمان بالعربيات الحقيقة موجودة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة لكن كمان في حاجة مهمة جدا هي الفعالات الثقافية والفنية يعني احنا بنتكلم على انه يوميا تقريبا بقى فيه في الممشى السياحي والمنطقة الترفيهية عروض خاصة بالسرق القومي وعروض خاصة بالفنون الشعبية والفنون الفلكلورية بنتكلم على عدد كبير من الثقافات بيتم بعرضها لكن المميز الحقيقة كمان هو تفاعل بشكل عام الجماهير والاطفال اللي موجودة ورواد المهرجان ورواد الممشى بشكل عام مع الفرق دي الحقيقة كانت حاجة جميلة جدا في الفرق دي بيشارك فيها اطفال صغيرين بتشارك فيها كبار بيشارك فيها الفرق الرأس الشعبي كل ده بيكون موجود وسط تفاعل كبير جدا جدا من الجماهير لكن كمان الحقيقة انه فعاليات مهمة جدا ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة هي فكرة الحفلات الغنائية رصدنا كلنا طبعا الجمعة اللي فاتت شفنا حمزة نامرة ومسار اجباري وكان الاقبال الرهيب اللي كان موجود الحقيقة وكمان الحقيقة ردود فعالي الناس كانت مبسوطة جدا بالحفلة بالتنظيم بيوجدهم في الحفلة بشكل عام الناس كلها دلوقتي الحقيقة في انتظار يوم الجمعة اللي جاية وتحديدا فرقة كايروكي فرقة كايروكي الحقيقة يعني الناس كتيرة جدا 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 منتظر الحفلة دي فئات عمرية مختلفة الحقيقة تكلمنا معهم كانوا منتظرين الحفلة دي بالاضافة كمان انه هيكون في مفاجأة مع الحفلة مع فرقة كايروكي هو المطرب توليت والحقيقة انه برضو يعني اعلن كمان واتحرك في العالمين الجديدة كده وشاف اقبال شوية وتفاعل من الناس يعني على انتظار الحفلة يوم الجمعة القادمة كمان الحقيقة انه الفعاليات بشكل عام لسه مستمرة في نقطين مهمين جدا المسرح الروماني عليه حفلات موسيقية وغنائية وترفيهية كمان المسرح اللي موجود في المنطقة الترفيهية الحقيقة لسه بيعرض فيه المسرحيات في نهاية كل اسبوع حضرنا اكثر المسرحية في نهاية الاسبوع الماضية مهرجان نبتة كان ليه دور مهم جدا جدا والحقيقة ان الفعاليات اللي موجودة في مهرجان نبتة للاطفال يعني بنتكلم على ورش حكي ورش تمثيل بنتكلم على فعاليات ترفيهية فعاليات رياضية لكن المميز في مهرجان نبتة انه قدر يشارك كمان الاهالي مع الاطفال وكانت نقطة مهمة جدا في مهرجان نبتة هي كان فيه ورش خاصة لتعليم الاطفال ابتكار الشخصيات الكارتونية وإزاي يعملوا شخصية وإزاي يفكروا في الشخصية في حد ذاتها فإذا بنلاقي إنه الموضوع هو تنوي وفي نفس الوقت ترفيهي ودي كانت أهم الفعاليات الحقيقة اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية برجع لكم مرة تانية